قبل عامٍ واحدٍ من هذا التاريخ كانت هذه المناطق تشهد أشرس المعارك بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فأكثر من خمسمائةٍ وسبعين شهيداً وأكثر من ألفٍ وتسعمائة يريح قدمتها الضالع في معركتها مع الانقلاب وما تزال آثار الحرب والدمار شاهدةً في محافظة الضالع حيث تلقت ميليشيات الحوثي هناك أقوى الضربات لكن كان أهمها يوم ثمانية ثمانية حيث تمكنت المقاومة في محور دمت مريز جبن من السيطرة على أهم معسكرات اللواء ثلاثةٍ وثلاثين مدرع الذي كان يقوده الجنرال المعزول عبدالله ضبعان حين ذاك ويعرف بمعسكر الصدرين أصبحت محافظة ضالع في يوم تحرير الصدرين أصبحت محافظة محررة تماماً من وجود الميليشيات الحوثية وهذا اليوم عظيم تحقق فيه إنجاز عظيم أولاً خرجنا من نظام الاستبداد والميليشيات والمسيدة إلى نظام الجمهوري اليمني استطاعت الضالع أن تضع لنفسها موقعاً متقدماً بين المحافظات المحررة في هذا التاريخ هذا هو معسكر الصدرين الذي كان منطلقاً لتعزيزات الميليشيات الإنقلابية في جبهة الضالع ومحيطها ففيه تتواجد غرفة عمليات اللواء وكان أيضاً مصدر قصف للأحياء السكنية في منطقة سناح والحصين والضالع كما أطبق حصاراً على مدينة الضالع ومن حولها وهذا ما حرك أبناء مريس باتجاه كسر الحصار المطبق على مديريات الضالع الخمس وفتح خط لإيغاثة المدينة ومدها بالمواد الغذائية وبالسلاح أيضاً عبر طريق مريس الشعيب في كل مرحلة من هذه المراحل كانت المقاومة وأفرادها من الجيش الوطني يخوضون المعاركة ويسقط منهم قتلى وجرحى في طريق النضال محمد المريسي قناة بلقيس الضالع